أولا ما حكم النبايح التي يذبحها أهل الميت للضيوف من أهل البلد وما حكم الأكل منها هذا أول سؤال عن هذا الموضوع المشروع في حق أهل الميت أن يصنع لهم طعام بقدر حاجتهم ويقدم لهم لأنهم مشغولون بالمصيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر من أبي طالب رضي الله عنه يصنع لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم فهذا هو السنة أنه يعمل طعام لأهل الميت من جيرانهم أو من أقاربهم لقدر حاجتهم مؤساة لهم وإعانة لهم أما العكس هو أن أهل الميت يعملون الطعام أو الذبايح للناس فهذا خلاف السنة وقد قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا نعدوا عن اجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة فهذا أمر لا يجوز وفيه أيضا محاذير كثيرة منها أن هذه النفقة تكلف أهل الميت ربما يكونوا فطرة وأيضا ربما تكون هذه النفقات من تركة الميت فيوخذ من مال الورى فهواء ربما يكون فيهم القصار الذين توخذوا أموالهم بغير حق فلا يجوز مثل هذا العمل وربما يكون على الميت ديون لحاجة إلى التسجيد وهو مرتهن بديون فتصرف هذه التركة في هذه البدع ويترك دينه الميت عليه الحاصل أن هذه أمور لا تجوز وحتى لو انتفت هذه المحالير فإن هذا خلاف السنة وهو أن يصنع الناس طعاما ويأتون به وهو أن أهل الميت يصنعون طعاما ويقدمونه للناس إلا إذا كان أتاهم ضيوف لا بد من إتيانهم من أقاربهم وذويهم فلا بس أن يصنعوا لهم طعاما بقدر حاجتهم أما الإفاضة في هذا والمبالغة وعمل الولايم والحفلات فهذا أمر مخالف للشرح